السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلوب الفرع التانية بكلية طب جامعة العقبة أقدم لكم المحاضرة الخاصة بالأمبريولوجي في الأول بس أفكركم لو في أي سؤال أو أي استفسار ممكن تتواصل معي على الانفرميشنس دي النهاردة إن شاء الله سأتكلم فيها المعلومات السابقة التي سمعتها في المعلومات اللي هنتكلم فيها النهاردة بعد كده هنتكلم على المشتقات الفورجات اللي هي أسافلس والصمك وليفر كمان وسليفر هنشرحها في الآخر بعد كده هنتكلم على مشتقات الميت جات وهنتكلم على حاجة اسمها الميت جات وليفر كده هنتكلم على الانفرميشن سيناريو نبدأ المحاضرة بكي سيناريو عشان نشوف أهمية المضوع كي سيناريو بتقول طفل نشوف طفل نشوف ولقينا أن باقي الـ small intestine, الجوجنم والإيليم كلهم مرحيين ناحية الـ right side of the abdomen ففي وضع غريب في الـ abdomen هنحاول نبصره إن شاء الله في المحاضرة دي وتعالوا نبدأ بالـ introduction زي ما اتفقنا هنبتد الـ introduction بتاعي بإني أفكرك أن في الـ fourth week of development كان بيحصل حدث اسمه folding الـ folding ده بيحصل فيه أن الفيتس بيحصل له folding in anterior posterior axis يعني من الأمام أو من من ناحية الراس لناحية الرجل بيحصل له folding بالشكل ده يقولوا عليه وبيحصل كمان حقا اسمها lateral folding طيب لما بيحصل folding اللي بيحصل بيحصل ان بيبقى فيه كافتي هنا اسمه يولكساك يولكساك ده كان الـ endodermal cavity يعني بيبقى فيه هنا وفيه كافتي آآ ناحية الـ endoderm اسمه يولكساك في الـ endodermal يولكساك ده لما بيحصل الفولدينج بيبقى فيه جزء منه يعني داخل جسد الفيتس في جزء من الاندودرما اليولكسك بيدخل داخل الجسم الجزء اللي بيبقى انكربريتاد داخل الجسم هيطلق عليه وهو ده منشأ يبقى الاجتروينتسستينال السيستيم ماينشأ من البراماتف جات طب هي ايه البراماتف جات البراماتف جات دي واحدة من اجزاء الاندودرما اليولكسك تمام باقي اليولكسك بيبقى خارج الفيتس في الشكل ده ويبقى سمحتها يبقى يبقى الـ yorksac الـ endoderma yorksac ده جزء منه بيبقى داخل الفيتس عشان يدي الجي اعطي ده بيبقى اسمه primitive gut وجزء خارج الفيتس يبقى اسمه definitive yorksac طيب الـ primitive gut والdefinitive yorksac هل هينفصلوا ولا يتصلوا بيبقوا متوصلين في وقت ملاقات مع بعض بالـ duct دي الدكت دي يطلق عليها vitillo-entistinal duct يبقى في اتصال بين اليorksac وبين الـ gut اسمه vitillo-entistinal duct أوكي ماشي vitillo-entistinal duct ده بتخلي الـ gut مقسومة لثلاثة اجزاء الجزء اللي vitillo-entistinal duct دي شافكة فيها على طول دي يطلق عليها mid-gut أوكي الجزء الكرينيا اللي هيطلق عليه foregut الجزء الكودة اللي هيطلق عليها hind-gut يبقى ساعتها الـ gut اللي هي الانبوب اللي تعتبر من الـ endoderma yorksac اللي فضلت موجودة داخل الجنين هتبقى ثلاثة اجزاء foregut وmid-gut وhind-gut أوكي foregut بتنتهي cranially ناحية الروس بتنتهي هنا عند membrane يطلق عليه baccofaryngeal membrane البaccofaryngeal membrane ده بيحصل عنده اتصال بين الـ endoderm والـ ectoderm الخارجي الاكتودرم هنا بيبقى اسمه حاجة اسمها stomodium فالـ ectodermal stomodium بيبقى متوصل بالcranial end of the foregut هنا عند حاجة اسمها baccofaryngeal membrane البaccofaryngeal membrane ده في وقت من الأوقات بيحصل فيها rupture فساعتها بيحصل اتصال بين الـ cavity of the foregut مع الـ outside of the body يبقى ده يا جماعة هيبقى future mouth يبقى الماث بيبقى ليه مفتوح عند العالم الخارجي لانه فيه membrane كان اسمه baccofaryngeal membrane يحصله rupture يعني بيختافي الممبرين ده فبالتالي cavity of the foregut بيتوصل مع العالم الخارجي هنا عند الماث cavity وبيحصل نفس القصة في الخلف في نهاية الـ hindgut نهاية الـ hindgut يا جماعة بيحصل اتصال بين نهاية الـ hindgut بيبقى اسمها كل وايكا نهاية الـ hindgut هنعرف كده دلوقتي والاكتودار من الخارجي العالم الخارجي هنا فيه كافة هنا او فيه تجويف هنا اسمه broctodium فالبروctodium مع القل وايكا نهاية الـ hindgut بيبقى توصلين مع بعض عن الممبرين اسمه كل وايكا الممبرين الكل وايكا الممبرين دي كمان بتختفي فبالتالي بتلاقي نهاية الـ hindgut اللي هيا المفروض تبقى الـ anus او الـ anus الكنال بتفتح فيه عند سطح الجسم في العالم الخارجي اوكي ده فكرة كده عامة كـ introduction ومن الـ introduction كمان ان احنا نعرف الـ arthritis of the gut طيب الرسمة دي بتوضح لك ان المنطقة العليا دي بتبقى الـ forget اللي هيا بتشمل ايه بتشمل الموت مش موجودة في الصورة الفارينكس مش موجودة في الصورة وما نتكلمش عنهم خالص في الشابتر ده رغم ان هما من اجزاء الـ forget ما نشرحهمش دلوقتي وبعد كده فيه هنا الـ Stomach with duodenum لغاية مستوى الـ biliary orifice وغاية مستوى فاتحة الـ bile duct بيبقى كل ده معها مشتق من الـ forget ومعهم كمان الـ liver والبانكرياس بيبقى من اجزاء الـ forget بيطلع لهم artery واحد اهو اللي هو الـ forget دي بيطلع لها artery واحد من الاورطة بيبقى خلف كده خلفهم في حاجة اسمها dorsal ortha بتطلع كده branch اسمه celiac trunk عشان تغزي الـ forget يبقى الـ forget بتاخد branchات او بتاخد بلاد سبلاي من celiac trunk الـ mid gut اللي هي بتشمل باقي second part of the deudanum with third or fourth parts of the deudanum مع الـ deugenum مع الـ ileum مع السيكم مع الـ appendix مع الـ ascending colon مع right to third of the transverse colon كل دول mid gut اللي هو الجزء ده كده بتاخد برضو branch من عند الاورطة يطلع لها superior mezentric artery بينما left third of the transverse colon مع descending colon مع sigmoid مع الـ rectum مع الـ upper half of the anal canal كل دي من مشتقات الـ hind gut بيقالها artery من الاورطة اسمه inferior mezentric artery سمعنا الكلام ده لما شرحنا الـ arteries of the gut طيب دلوقتي هنعمل ايه نبدأ كلامنا عن اول اجزاء الـ gut اللي اسمها ايه اسمها for gut الفور gut بتدينا مشتقات منهم المouth والفارنجس مش هنشرحهم خالص هتكلم على دلوقتي على الـ esophagus وعلى الـ stomach فتعالنا نتكلم على development of the esophagus ازاي بيتكون الـ esophagus اولا عشان نشرح الـ process of the development خلينا نتكلم نقول انهي جزء من الـ forgot اللي بيكون الـ esophagus اولا هو جزء اللي بيبقى code to the primitive pharynx يبقى الجزء اللي تحت الفارنجس يبقى mouth pharynx الحتة اللي بعد الفارنجس على طول دي اللي هتكون الـ esophagus يبقى الـ esophagus بيكون من الـ forgot انهي جزء من الـ forgot الجزء اللي بيبقى code to the primitive pharynx بعد primitive pharynx على طول ادي واحد طيب لما يجي نكون الـ esophagus تخيلو كده يا جماعني ده كده ده هيبقى الـ esophagus بيطلع diverticulum من الـ esophagus يعني بيطلع مشتقة من الـ esophagus امامه بالشكل ده وبيفصل بين الـ esophagus الاصلي وبين المشتقة بتاعته بيفصل بينهم حاجز اللي هو الحاجز الجاي من هنا الحاجز ده يطرق عليه يبقى بيطلع diverticulum من الـ esophagus بتطلع أمام الـ esophagus بالشكل ده يقعد diverticulum اللون هزرق دي الـ diverticulum دي هتمثل ايه دي بتمثل يا جماعة تركية بعد كده تنقسم لبرونكاي وتكون اللونغز يبقى تركية والبرونكاي واللونغز بيخرجوا كـ diverticulum كجزء مشتق من الـ esophagus بيبقى على خطها ايه بتبقى أمام الـ esophagus وده يفسر لك العلاقة اللي بين الـ esophagus والتركية ان التركية أمام الـ esophagus لان التركية هي نشأت أصلا من الـ esophagus وطلعت في صورة amام الـ esophagus وفي حاجز فصلهم عن بعض الحاجز ده اسمه التركيو اسفجيال سيبتم هو المفتوض اللي هو الفراغ الأبيض اللي هو اللي في الزاوية اللي بين الـ esophagus وهي التركية يفضل طالع لفوق طالع لفوق طالع لفوق بالشكل ده لغاية ما يفصل تماما بين التركية والـ esophagus ده اسمه ودي تاني معلومة تالت معلومة طول الـ esophagus في الأول كان فيري شورت يعني كان بيقى بعد الفارنس يعني كان في النك كان شورت بيحصل بعد كده حاجة اسمها يعني يزيد في الطول ليه بيزيد في الطول؟ بزيد في الطول بسبب ان كان في عضلة اسمها الديافرام كانت موجودة عنده في النك والديافرام نزلت لتحت فلما الديافرام نزلت لتحت تشهدت معها الاسوبجاس لتحت يبقى سببه في الاساس هو الديافرام وكمان طب ليه الديافرام نزل لتحت في العقل ايه يخال الديافرام ينزل لتحت ان الانج والهارت بيتكونوا في معنطات الثوركس ويكبروا فلما الانج والهارت يكبروا يزقوا الديافرام لتحت ولما الديافرام يتزقل تحت يخلي الأسوفيغاس يطول معه لتحت يبقى الأسوفيغاس بيزيد في الطول مع نزول الديافرام لتحت ومع الـ growth بتاع الـ heart والـ lungs يبقى بيزيد في الـ length رابع معلومة بتصل في الأسوفيغاس يحصل فيها عملية يطلق عليها re-canalization ركز re-canalization re معناها معناها أن حاجة بتبقى form again re معناها حاجة بتخصل مرة تانية re-canalization كلمة re-canalization إنها تبقى كنال يبقى ليصوفيغاس في الأول كان يكان كنال كنال معناها أن ليه wall ولا يومن ليه cavity صح بيحصل بعد كده حاجة اسمها growthless cells الخلايا هنا بتنمو فلما الخلايا بتنمو تقوم تقفل الـ cavity بقى الـ cavity اختفى اوكي بعدما الـ cavity يختفي تبتدي الخلايا اللي في النص دي تموت تاني ولما تموت تاني يحصل يظهر كنال تاني فأقوله على العملية دي re-canalization القصة دي بتحصل في كل الـ tube cell في الجسم أي أنبوبة في الجسد لما تيجي تتكون في الأول بتبقى أنبوب بتبقى كنال بعد كده بتتقفل بخلايا بتبقى solid تتقفل تماما بعد كده بيحصل حاجة اسمها re-canalization إن الخلايا اللي في النص دي تموت ويظهر الكابيتي تاني فالعملية دي اسمها re-canalization يبقى بيحصل حاجة في الأسوفيجس حاجة اسمها re-canalization دي خطوات تكوين الأسوفيجس يبقى في الأول هتعرف المكان إن الأسوفيجس بيتكون في الفورجت كودل بعد الفارنس على طول بعد كده بيطلع من الأسوفيجس ديفيرتيكولم اسمها re-spiratory diverticulum re-spiratory diverticulum دي بتفصل على الأسوفيجس بتركي أسوفيجيها الستم ويلضى طالع الهوستم لغاية ما يفصلهم مع بعض تماما اللنث الأسوفيجس في الأول كان بيبقى short بعد كده يزيد في اللنث وأخيرا بيحصل re-canalization وصف يحصل حاجة اسمها re-canalization للأسوفيجس فبالتالي يبقى أول وفي النص في اليومين في تكويف أوكي جميل إيه بقى العيوب الخلقية أو إيه المشاكل اللي بتحصل خلال تكوين الأسوفيجس لو إحنا فاهمين الخطوات هنفهم المشاكل أول مشكلة شهيرة اسمها اسوفيجيال أتريجيا أو أتريزيا الاسوفيجيال أتريزيا أو أتريجيا وتفرى النطق كلمة أتريجيا معناها انسداد انسداد معناها إيه إن اليومين يبقى مسدود يبقى أنا بتكلم في المشكلة في اليومين فاكرين اليومين كان بيبقى في الأول كانال تتقفل بخلايا تبقى صولد بعد ذلك يحصل يبقى إمتى تحصل أتريجيا لو حصل يعني الأسوفيجس اليومين بتاعه تقفل بالخلايا المفروض تموت ما ماتتش فضة موجودة فبالتالي حصل انسداد في الأسوفيجس ده بيقول عليها أسوفيجية أتريجيا طيب الأسوفيجية أتريجيا ليها سبب آخر قد تكون مصاحبة بحاجة اسمها تريكيو أسوفيجية الفيستولة برضو فيستولة ومصطلحات اللذبكم فاهم يبقى افهم يعني ايه أتريجيا معناها انسداد إن المفروض اليومين اتقفل لما اليومين يبقى مقفول ده اسمها أتريجيا وما الفيستولة كلمة فيستولة معناها أن فيه دقت أو قناة بتوصل سطحين أو عضوين ببعض يعني عضوين المفروض يكونوا منفصلين عن بعض لإنه فيه دقت بتوصله الدقت دي طلق عليها فيستولة ففيه فيستولة اسمها تريكيو أسوفيجية الفيستولة من اسمها فيستولة تريكيو أسوفيجية فيستولة معناها أنها دقت بتوصل التريكيا بالإسوفيجس يبقى أحيانا الأسوفيجية الآتريجية زي هنا بتبقى مصاحبة في فستولة بتربطه بالتركية .rastructure لما تبقى الوضع بالحاله بيكون السبتم اللي كان بيفصلهم عن بعض مش كان في سبتم اسمه ساعات بيionyم يعني ايه يعني يميل ناحية الخلف ثم يبقى ليميل ناحية الخلف بيقفل consume ler nhiة ذالك ياゆしوفجالات تبقى مجرد Acts سلفذوب. أوكي بيأسعدها في مشكلة في 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 prior a nation. في failure of re준oulization. وقض تكون مصاحبة بالتريكيوسوفيجيال فيسطولة. وفي الحال دي فية ادي ليه الكذا شكل. بس احنا انا ليحن ميني بس الشكل ده. اللي هو الشكل التي انا شرحته. وفيre اشكال اخرى هنتكلم معها مع تركيا مش دلوقتي. اوكي؟ ده اول مشكلة بيقول عليها مشكلة شبيهة فيها اسمها كلمة معناها ضيق معناها سببها أن حصل بس كان يعني يعني بدأ بالفعل بس ما اكتملش فحصل فبالتالي اليومن بقى موجود بس داية فدي بيقول عليها خلي بالك أتريزيا وستينوزيس هتلاقيهم بيتكرروا معنا في حاجات كتير أعضاء كتير من اللي فيها اليومن ممكن كعنومة اللي يبقى فيها أتريزيا ممكن كعنومة اللي أخر يكون فيها ستينوزيس طيب المشكلة التالتة مشكلة التالتة هي اللي موجودة عندك في الصورة دي دي يا جماعة دي المشكلة رقم ثلاثة المشكلة دي يطلق عليها ببساطة الآن الأسوفيغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ طب لو الأسفغilian خلص فوق ال jogos term سوف يقوم بداخل فوق ال Pick زوق B . لما جزء من الاستمك يبقى فوق ال Oكي? لما جزء من الاستمك يبقى فوق ال Dev- hayます. يطلق على الحالة دي Hai اتس هيرنيا. كلمة هيرنيا انتعارف كلمة هيرنيا انها في جزء من ال Ervantageami Content موجود خارج ال Abdominal 가운데 هنا للجزء من ال 해주 koska هو الاستمك. ان في حتى من الاستمك موجودة فوق ال倒- vice me retrouve. موجودة في الثوركس دي بيطلق عليها هييتس هيرنيا. كلمة هييتس اللي هي الاستومك عادة منها فالي اسمها هييتس هيرنيا. الهييتس هيرنيا دي دايما بيبقى معها جسط الاستومك الريفلوكس لي لان بيبقى فيها دايما عشان عملية التنفس. فلنما يبقى هيبقى اللور الاستومكتر اللي هو زي ما اتفقنا قبل كده. البرشار بتاعه قليل فبالتالي بيسمح بان يعدي الاسد من الاسطومك لغاية اللور اسوفيجيه السيجمينت فبيحصل اعراض الجستر والاسوفيجيه الريفلكس. فدي الشورت اسوفيجس بيبقى معها هييتس هيرني. طيب الانومي الاخير يطلق عليها ميجا اسوفيجس. الميجا اسوفيجس بتبقى يبقى ناروينج موجود في اللور سيجمينت بس مش ناروينج نتيجة الريكاناليزيشن. لا ناروينج نتيجة الابسنس اف دا جانجليونيكسلس. عارفين يا جماعة فيه هنا خدتوا في الفيسيولوجي او في الهيستولوجي كان بيقولك ان الوول بتاع الجي اي تي فيها نارو بليكسس اللي انا مش عارف واحد اسمها مايس نارو تاني اسمها اسمها اربخ سبام. وتغير اسم البليكسس فيه شبكة اعصاب موجودين في الوول اف دا جي اي تي. شبكة منها من دي او من الخلاقة العصبية دي فيه خلاقة عصبية بتهاجر في الوول بتاع الفيسي سيجمنت فوقيها زي الصورة الاشعة دي شايف الحتة البيضة دي بتبقى والحتة اللي فوقيها دي بيطلق عليها ميجا ايسوفيجاس اوكي يبقى المشكلة الرابعة اسمها مشكلة في كده خلصنا كلامنا عن الاسوفيجاس سهل وبسيط مجيش في مشكلة ننتقل الى الموضوع الثاني المهم جدا انه هو الاسطمك ازاي الاسطمك بتبقى تعالوا برضو نقول هي الاسطمك بتبقى تفيلوبت فين? الاستمك بتيجي برضو من الورجات سح? بس بتيجي من الورجات المنطقة الكودة لبعد للاسوفيجس المنطقة اللي بعد الاسوفيجس يبقى اولا بتظهر في المنطقة من الفورجات كودة بتبقى اصابيجس ادي واحد. ثانيا شكل الاستمك اول ما بتتكون بقى عبارة عن فيزي فورم دايلاتيشن. كلمة فيزي فورم معناها سبيندل شي بدفت كلمة سبيندل معناها مغزلية عارفين الحاجة المغزلية اللي بتبقى ضيئة في بدايتها وضيئة في نهايتها وفي النص في انتفاخ. المنظر ده اسمه يبقى الاستومك في الاول بتظهر تمام? يبقى كده بداية ظهور الاستومك. ماشي. وبعدين بيحصل في الاستومك هي اسمها معناها نمو غير متناسق. يعني ايه تقصد? اقصد ان الانتيريور بوردر اوف ده اسطومك او بيقول عني الـ ventral border of the stomach. بيعمل growing slowly. بينما الباستيرير border of the stomach بيحصل growing fastly. يعني ايه؟ بيحصل اختلاف معدل النموه بين الـ ventral border والدورسال border. الـ ventral border اللي هو الـ border الامامي بينمو بوطن. والدورسال border اللي هو الـ border الخلفي بينمو بسرعة. فبينتج عنه ان التو بوردر مش هيبقوا بنفس الطول. هيبقى الـ ventral border short. ساعتها سسميه lesser curvature. والدرسل بوردر بيبقى long وهقول عليه greater curvature. اوكي? يبقى معلومة اهمة جدا. انه بيحصل في الاسطمك ان two borders بتوعها ما بينموش بنفس السرعة. الدرسل بوردر grows faster than the ventral border. الدرسل بوردر اسرع من الفنترال بوردر. وسمي الدرسل بوردر في الحالة دي. هقول عليه greater curvature. والفنترال بوردر هقول عليه في الحالة دي lesser curvature. اوكي? يبقى ده ده بسبب ان two borders of the stomach مش بنفس الحاج. لان واحد فيهم منمو بسرعة اللي هو الدرسل. واحد فيهم منمو ببطء اللي هو الفنتر. اوكي? جميل. وبعدين بيحصل اهم احداث المحاضرة اللي هي حاجة اسمها rotation of the stomach. كلمة rotation of the stomach معناها ان الاستومك بتلف. rotation. طيب هاد اي جسم ولفه? الالتفاف ده أو rotation ده لازم يقاله access. محور. محور يعني ايه? يعني الخط اللي بيحصل حواليه الدوران. يعني تخيل كده جسم معين هيلف. في خط ارتكاز بيحصل حواليه حركة الدوران ده. ده بيقول عليها axis of rotation. طيب الاستومك بتعمل rotation? اه. حوالين كام axis? حوالين two axis. يعني بيتلف حولها محورين. اولا around its longitudinal axis. هو ده اللي longitudinal axis بتاع الاستومك. اللي هو المحور اللي من اول الكرينية الاند لغاية كودة الاند. يعني من بداية الاستومك من فوق. من عند الكارديك اند. لنهاية الاستومك تحت عند البيولوريك اند ده. لو رسمت خطة بينهم. ده بيبقى عليها ده longitudinal axis. فهي بتلف حوالين longitudinal axis بتاعها. اوكي? طب بتلف كم درجة? بتلف هما يدوب تسعين درجة. اوكي? طب واتجاه الالتفاف to the right. يبا تلف تسعين درجة to the right او او بنقول تسعين درجة clockwise. يبا بتلف تسعين درجة ناحية اليمين او ممكن تقول تسعين درجة ايه? clockwise مع قرب الساعة. ناحية اليمين يعني ايه? يعني ان الجزء الامامي بتاع الاستومك اللي هو اللسر بتاعها هيروح يمين. وجزء الخافي بتاع الاستومك اللي هو هيروح شمال. عشان تكون فاهم ازاي. يبقى اللسر هيروح نحيط اليمين. وجريتر هيروح نحيط الشمال. وده بيتم يا جماعة تسعين درجة بس. اوكي? يبقى rotation of the stomach around external axis. اتجاه الروتيشن بتاعها انها clockwise او to the right. وبقدار الروتيشن هما تسعين درجة بس. اوكي? هنتكلم شوعة الروتيشن ده في السلايد الجاي. تمام? ده اول نوع من الروتيشن. تاني نوع من الروتيشن. هو روتيشن around the anterior posterior axis. تخيل انك مثبت الاستومك من منتصفها. وهتلفها زي عجلة القيادة. زي دريكسيون بتاع السيارة. عارف انت الدريكسيون او عجلة القيادة بتاع السيارة. دريكسيون بتاع السيارة كده بيبقى مثبت في المنتصف. وبيلف يعني تخيل كده انت ماسك كده الدريكسيون من اعلى ومن اسفل. وهتلف في ايديك. اللفة دي بيبقى ده الروتيشن around the anterior posterior axis. فالاستومك هتلف بنفس المنطق كده around its anterior posterior axis. بحيث ان الكراني الاند اللي هي اسمهه كارديك اند صح? هتروح نحية نحية اليسار. عشان كده بقت كارديك. والكود الاند اللي هي النهاية الخلفية او النهاية السفلة بتاع الاستومك اللي هي البيولوريك اند هتروح نحية اليمين. يبقى الكراني الاند هتنزل downward and to the left. الكود الاند هتطلع upward and to the right. بالشكل ده. اوكي? يبقى around the anterior posterior axis بيحصل ان الكراني الاند اللي هي كارديك اند بتروح to the left. طبعا مع حتة downward. والكود الاند اللي هي كانت تحت هتطلع upward and to the right. ماشي? فيبقى الاستومك هتستقر بالشكل ده. يو يصر في الاستومك rotation around two axes. around the longitudinal axis and around the anterior posterior axis. طيب انا هركع تاني الى السلايد دي. بس عايزة بصى على السلايد دي. ما هي نتائج rotation around the longitudinal axis. لما الاستومك بتلف حوالين longitudinal axis هيصل اين? اولا قلنا greater curvature. قلنا اللي هو ده. اللي هو هيروح نحية ال right. وgreater curvature هيروح نحية ال left. يبقى لسر curvature بقى to the right. وgreater curvature بقى to the left. ده اول نتيجة. تاني نتيجة surface of the stomach. الاستومك هي كان لها كم surface? مش ده كان اسمه ventral border والورا درسل border. يبقى لها اتنين surface. السرفيس اللي بص نحية الشميل ده اسمه lift surface. واللي بص نحية الريمين ده اسمه right surface. لما هتلف left surface ده هيتحرك للامام. اهو يبقى ده بقى anterior surface. قمال ده كان ايه? قبل كده كان left. يبقى left surface بقى anterior. وال right surface بقى ايه? بقى posterior. يبقى left surface بقى anterior. وال right surface بقى posterior. اوكي? حتى انا هقول لك كلمة تحفظها كلمة دي بlarb. تعرف تقول larb. ال a r b. يعني left surface بقى ايه? بقى anterior. وال right surface بقى ايه? بقى posterior. يبقى left surface بقى anterior surface. وال right surface بقى posterior surface. ده نتيجة برضو. the rotation around the longitudinal axis. نتيجة تقتل the rotation around the longitudinal axis. ان left surface كان فيه نرف بيمشي عليه. يعني كان فيه نرف يماشي هنا. مش موجود في الصورة دي بس هو موجود هنا كده. ده left surface كان عليه نرف. كان اسمه left vagus nerve. وال right surface كان عليه نرف اخر وهو ايه? وهو right vegas. طب لما حصل ال rotation وبقى الارب. ال left ده بقى anterior. وال right ده بقى posterior. فال left vegas ده بقى اسمه anterior gastric nerve. وال right vegas ده رجع للخلف بقى اسمه posterior gastric nerve. يبقى عايزك تعرف. ان بيحصل برضو تغيير في اسامي نرفس. ال left vegas بقى اسمه anterior gastric nerve. وال right vegas بقى اسمه posterior gastric nerve. اوكي. يبقى يقول لها من. the results of rotation around the longitudinal axis of the stomach. اوكي. تمام. حلو قوي. تعالوا بقى بعد ما عرفنا نتائج الروتيشن ده. عايزين نعرف برضو نتائج الروتيشن على الميزنترز of the stomach. يعني ايه بقى ميزنترز of the stomach. اتفاقنا قبل كده على كلمة ميزنتري. انها فولد من البريوتينيوم. او فولد او قولنا البريوتينيوم فولد بشكل عام. بتبقى فولد او double layer من البريوتينيوم. بيوصلوا الأورجن للبستيري أبدو من الول صح. فتلاقي ان كان ده كده الدورسل بوردر صح. قبل ما يحصل له الروتيشن ده قبل الروتيشن هوا. ده كان اسمه الدورسل بوردر. اللي هو greater curvature اللي هو نامه بسرعة ده. اوكي. بيتلاقي فيه فولد بيربطه بالبستيري أبدو من الول. الفولد ده يا جماعة يطلق عليه دورسل ميزنتري او دورسل ميزو جاستري. كان اسمه كده زمان. دورسل ميزنتري او دورسل اي ميزو جاستري. ماشي كده؟ والفنترال بوردر اللي هو كان اللي سر كيرفيتشر كان بيطلع منه هو كمان فولد. الفولد ده كان بيوصل اللي سر كيرفيتشر of the stomach للانتيرير أبدو من الول. كان الفولد ده اسمه فنترال ميزنتري او فنترال ميزو جاستري. يبقى لحظة لما شرحنا للسطمك ليها بوردارين ventral border وهو ودورسل border وهو البردارين دول متوصلين بالانتيرير والبستيري الليسل كيرفيتش اللي طالع منه لغاية الانتيري اسمه ventral mesentery الدورسل border الفورد اللي طالع منه اسمه دورسل mesentery تمام كويس جدا تعالوا نشوف الصورة دي الصورة دي عبارة عن transverse section مقطع عرضي كلمة مقطع عرضي يعني واحد احنا قطعينه بالعرض قطعينه لمصفين نصف اعلى نصف اسفل وبنبص عليه من فوق من ناحية القطعة كده فبالتالي هنا anterior وهنا posterior هنا anterior هنا posterior هنا left هنا right عشان نكون فاهمين الاتجاهات دي الاسطمك ما حصلش فيها يعني ايه يعني ده كده وده كده ده كده border الاسمه وده كده الاسمه تمام الاخضر ده ده عبارة عن البريتونيوم اللي كان مغطر السطمك وطالع من عند البريتونيوم اللي مغطر السطمك double layer آه يبقى ده الميزنتري ده اسمه ايه بقى لطلع من الاستمك القدام ده اسمه ventral mesentery او ventral mesogastrium وده اسمه dorsal mesentery او dorsal mesogastrium ال ventral mesentery بيوصل الاستمك بالانتيريوم الدورس الميزنتري بيوصل الاستمك بالبستيريوم ابديوميوم ماشي طيب لما الاستمك هتعمل روتيشن هيحصل ان اسطح الاستمك هتتغير يبقى الاستمك هتحصل ال left surface ده هيبقى انتيريوم والright surface اللي هو ده هيبقى posterior اللي هو ده تمام حسي عايز اك تعرف بقى ventral mesentery اللي بيمتاد من الاستمك لغاية الانتيريوم يعدي بماس من الميزوديرم في هنا مجموعة ميزوديرم اللي هي ما كتب لك هنا liver بس هو الميزوديرم في الوقت ده ما كانش فيه liver في الوقت ده في الوقت ده بيبقى في هنا ماس من الميزوديرم الماس ده اسمه septum transversum عايز اك تعرف ان في هنا مجموعة من الميزوديرم أو cytوم السالزة عملي حاجة اسمها سيبتم ترانزبيرسم. السيبتم ترانزبيرسم دي هينمو فيها الليفر. يبقى الليفر هيتكون هنا. هنا كده. اوكي. فلما الاستمك بتلف بالشكل ده. لفت كده. الليفر بيكبر نحية اليمين هنا. اهو. كبر نحية اليمين. وخلى الفنترال ميزينتري او الفنترال الميزوجستري ام ده تتقسم لجزئين. في جزء من اول الاستمك الليفر ده هيبقى اسمه ليسرقومنتا. وجزء من الليفر لغاية الانتيرو اب دونيول هيتبقى اسمه كان كان قال الفرد ادا طالع من اول الاستمك لغاية الانتيرو اب دونيول بسبب النمو والليفر في المنتصف. فالليفر اسمه الحتتين. الحتة دي اسمها ليسرقومنتا. والحتة دي هيبقى اسمها فالسي فورم الليجامينت اوف دARIور. هنعرفكم على الليفر بالتفصير sciences الليفقي جزء من اول استمك لغاية الحك habbit lschen intern.away 둘 boyfriend. جزئ من اول اسبيلين لغاية البستيري العبد ونعمل arranقال بدون اللي هو لغاية الكيدني فيبقى اسمه ليين ورينال هيبقى تعرف ان الدورس الميزنتري يتقسم لجزئين جزئ اسمه. جزئ اسمه ليين ورييل اللي جمحية. خلي بالك ده بيبقى الجزء بتاع الميزنتري اللي عند الفندس. يعني من عند الفندس ص立سطمك الجزء ده. من الفندس الاستماك لغاية الاسبليين ده hem CF 2011 لخلف ده ليين وريني اللي جيمت باقي الدورس المسنتري اللي شبكة في باقي الجريتا كيرفيتشرة 오� третьim�ة التصمك بتنزل كده لتحت وتكون حاجة اسمها جريتا بيبقى تعرف ان الدورس المسنتري بيبقى له تلات مشتاقات آآ من όستوم رغائيا هيسبلين من السبلين لغايات البوستيريا بدون الول ليينورين الليجيمت باقي الدورس المسنتري اللي نزل من باقي الجريتا كيرفيتشار هو اللي هيعمل جريتر اومنتوم أوف تصمك أوكي بيبقى عرفنا المسنتري عملت ايه سواء مشتقاته ايه والدورسل مشتقاته ايه. حاجة اخيرة لما الاسطمك لفت بالشكل ده. والليفر بقى هنا والسبلين بقى هنا بقى فيه جزء من البريتونيال كافتي اللي هو التجويف ده ده البريتونيال كافتي. بقى فيه جزء من البريتونيال كافتي مختبئ خلف الاسطمك. الجزء ده يبقى اسمه أو يطلق عليه ساعة يبقى 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 ده بيبقى جزء من البريتونيال كافتي يبقى يختبئ خلف الاستومك واسمه التاني. يبقى دي كلها حصلت في نتيجة الروتيشن. كده احنا خلصنا كلامنا على يبقى تاني هتقول ان الاستومك ظهرت في بعد الاسوبكس. ادي واحد. تاني حاجة حصل نمى بوطق عشان يبقى والدورسل بوردر نمى بسرعة عشان يبقى خلفق في ايضاء التالو. بعد ذلك حصل الروتيشن فالليفت سرفص بقى انتيرى والآتيري والرايت سرفص بقى بستيري والالكريتر كربيتشة بقى ناحية الشمال واللا المترجم الرئيس وهي حصل الـ خلق كارديك قره الوحي الى نحية الشمال ويوفيح اليتو وصلنا إلى الوضع ال guidance الحياة هناك أشواء المهمية وهو وهو سيده Conse extensive كُنْجَنَ iْبیَرْتُرْفِيك السنوزة I-Check D Wei ٱ٥٠ní ستينوزس. ستينوزس يعني دي زي ما تعملها في منطقة بتاع البايلورس. إنه أصبح في منطقة بتاع البايلورس برضو in complete recanalization. نفس فكرة recanalization هنا بايت incomplete. في التالي الحيطة دي بايت ضيئة جدا بتاع البايلورس. في التالي الطفل ده كل ما بيقول اي حاجة بيرجعه بيعمل حاجة اسمها projectile vomiting. اي اكل بيأكله بيرجعه على طول ضافة اول ولادة. الاسمها congenital hypertrophic pyloric وليها تصليح جراحي وقصة ما تهمناشا. ناهمني بس تعرف الفكرة بتاعتها. والانومال التانية اللي هو الترانزبوزيشن بتلف صح? ونتيجة اللفة دي بقى اللفت سرفس هو الانتيريور والرائت سرفس بقى هو البوستيريور. طب اي رأيك ان الاستومك بدل ما هي بتلف تسعين درجة كلوكوايز تلف تسعين درجة بس انتي كلوكوايز. عايزك تتخيلها كده. او كاونترا كلوكوايز. عكس عقرب الساعة. لانفد في النحية الاخرى. فلما تلف في النحية الاخرى كل الاوضاع هكتعكس. يعني هيبقى اللي هو هيبقى نحية الشمال وهيبقى نحية اليمين. فيبقى الوضع بتاع الاستومك كله معكوس. او بالشكل الاستومك بقى بقى معكوسة. وغالبا دي بتحصل مش لوحدها مش الاستومك بس بيبقى كل قضاء الجسم معكوسة. يعني الهورت بيبقى معكوس الليفر معكوس وهكذا. ده يا جماعة بيقول عليه ترانزبوزيشن. ده بيحصل لما بيحصل في كل قضاء اسمه سايتس انفرسس. اوكي? يعرف بس اسمها انه بيحصل في الاتجاه العكسي. اوكي? ده كده قصة الاستمك انتهينا منها. طيب? بعد الاستمك الديودنم. الديودنم ده فورغات ولا ميتغات? لازم تعرف ان الديودنم مشتق من الاتنين. يعني بيشتق من اوكي? والبروكسيمال بارت او ده ميتغات. يبقى من نهاية الفورغات وبداية الهايندغات. فهو مشتق من الاتنين. والدليل البلات سابلاي. افتكر كده موضوع البلات سابلاي او ذا ديودن. اوكي? ماشي? البروزس بتتم ازاي? اولا بيظهر في في ساكل سي شابد لوب. يعني بيبقى لوب واحد. لوب واحد بالشكل ده. اه شكله شبه حرف السي. وكان في الاول كونفكس انتيريلي. يعني كان الديودنم بروزه كان ناحية القدام. الكونفكس بتاعته كانت ناحية الامام. اوكي? كانت Ley With Converged anteriorly. لمه حصل Rotation في الاسطمخ مش الاستماك بتلف ناحية اليمين. الديودنم بيلف معها في نفس الناحية ناحية اليمين. فبدل ما هي كانت Convex لالامام هتبقى Convex اليمين. يبقى ال Convex Deuterlanm. اللي هو الكيرب بتاع الديودنم. بدل ما كان للامام بيروخ برضو ناحية اليمين. يبقى بيحصر Rotation To the right. زي Rotation بتاع الاستماك بزبط. اوكي? وبعد كده كان كافتي بتاعه مقفول. وهصله Recomeversation زي يبدا كده عملية تكوين ديودينوم فبالتالي علي المتعلقة عملية ديوديني الاوتر وما حصرش خالص. هنا حصر بس ما اكتبع لش. ده قصة سهل وبسيط ما فيش فيه تفاصيل كتير. كده خلصنا كلامنا على موضوع ونبتيج بعد ننتقل ليه. احنا بدأنا بجزء من اللي هو فيه جزء منه طبعا باقي باقي بيتم بتاعها ازاي? دعنا نشوف الصورة دي. طبعا ده كده فورجات. اسوفيجاس. ودي الحتة بتاع ديودن. ماشي? ده كده الجزء اللي هيكون الميتجات. الميتجات في الاول كانت عبارة عن جست وان لوب. يعني كل اولا هو الميتجات خلينا نفتكر مع بعض. هو اللي الميتجات ده هيدي ايه? هيدي باقي ديودنم صح? اللي هو من بعد فتحة البايل دقت. وبعد كده الجيجينم كله. والإليام كله. والسيكم. والأباندكس والأسنين كولون وتلتين ترانسفيرس كولون. كل ده متجات. كل دول يا جماعة في الاول كان عبارة عن وان لوب. وان لوب. تانية واحدة بالشكل ده. بيقولوا عليها متجات لوب. يعني بتظهر الميتجات لوب في شكل يو شايبد لوب. لوب شبه حرف اليو. اوكي? اليو شايبد لوب دي مرتبطة بالبستير ابننا الول بفالد من الميزنتري. اهو يبقى ليها ميزنتري. فيه شورت ميزنتري بيربطها البستير ابننا الول. الميزنتري في الوقت ده كان شورت. خلي بالكم ما كانش طويل. ما عليها من شورت او لونج مش فرق. المهم ان هو ايه فيه ميزنتري بيربطها البستير ابننا الول. الميزنتري ده بيمشي فيها الارتري بتاع الميتجات اللي هو مين الوهس سوبيرو ميزنتري? ارتري. يبقى الارتري والسوبيرو ميزنتري موجود هنا في بين طبقتين الميزنتري بتاع الميتجات. ماشي? معلومة هما بقى عند الايبكس بتاع اللوب دي بيطلع الدكت دي. فاكرين يا جماعة دي الفيتيلو وانت استنيها المفروض هتوصل خارج الجسم. عمين ازاي? جميلة جميلة. طيب بتلاقي السوبيرو ميزنتري ارتري ده. اسملك دي الجزئين. في جزء فوقها وجزء تحتها. الكرينيا الليمب وكودا الليمب. اوكي? دي الكرينيا الليمب اللي ناحية الفوركت. ودي الكودا اللي هو تعتبر تحت ناحية. اوكي? يبقى كرينيا الليمب وكودا الليمب. وبين بيبقى هنا الفيتيلو وانت استنيها لدقتة عند الايبكس بتاع اليوشي بلوب. عرفوا ما الكلام مش ازاي? امتاز. طيب. يبقى تاني كده. ده كده الديودنوم. اللي هي ده بداية يبقى هنا بداية الميتجات. اوكي? ميتجات عاملة ايه? عاملة يوشي بلوب. بالشكل ده. اليوشي بلوب دي مربوطة البستيري عبدونا نقول بميزنتري. بقى فيه ميزنتري ده ماشي فيه السوبيروميزنتريك ارتري. السوبيروميزنتريك ارتري. فوقه ده بقول عليه كرينيا الليمب. تحته ده بقول عليه كودا الليمب. الكرينيا الليمب وكودا الليمب بيعمله عند الايبكس بتاعت اليوشي بلوب هنا. بيطلع منهم الدقتة اللي اسمها الفيتيلو انتستانيال دقت. دي بتتوصل باليولكساك. اليولكساك دي موجودة خارج the body of the embryo. ماشي? تمام. هقول لك بقى الكرينيا الليمب دي بتاديك ايه? والكودا الليمب دي بتاديك ايه? الكرينيا الليمب قولا واحدا بتاديك الجيجينم والايليم. يبقى باقي يبقى خلي بالك بعد الديودينام على طول الجيجينم والايليم بيتكونوا من عند الكرينيا الليمب. طب الكودا الليمب. الكودا الليمب بيظهر فيه هنا سولينج. شايفين حتة النفخة دي? دي اسمها سيكل سولينج. اوكي? يظهر في الكودا الليمب حاجة اسمها سيكل سولينج. السيكل سولينج دي من أول هنا لغاية هنا بيكون The Terminal Ilium بخلي بالك جزء من الإيليم بيتكون من الكوداللمب قبل السيكالسوالينج بعد السيكالسوالينج بعد السيكالسوالينج هيتكون إيه هيتكون الأسسنين كولون والرائد تو ثيرد أو ذا ترانسفيرس كولون يبقى حضرتك لازم تكون عارف الكريناللمب دي إدتك إيه والكوداللمب دي إدتك إيه الكريناللمب ديتنا إيه يا جماعة إدتنا الجزنم ومعظم الإيليم مش الإيليم بكله الكوداللمب ادتك إيه من أول الكوداللمب بالغاية السيكالسوالينج إدتك The Terminal Ilium اللي هو نهاية الإيليم ماشي بعدين السيكالسوالينج نفسها يدتك سيكام عند أبندكس بعد السيكالسوالينج إدتك الأسسنين كولون والرائد تو ثيرد أو ذا ترانسفيرس كولون دي هتبقى مشتقات المتجات يبقى عارفنا المتجات ظهرت كيوشي بلوب تمام اليوشي بلوب دي متوصلة من الخلف بالبستيري عبداللهول بميزنتري وماشي في الميزنتري ده السوبييروميزنتريك آرتري السوبييروميزنتريك آرتري بيقسم اليوشي بلوب لكرانياللمب وكوداللمب الكرانياللمب بتكون لك الدجينم عند مصطف الكوداللمب بتكون لك The Terminal Ilium زائد سيكالسوالينج بتكون سيكام عند أبندكس أخيرا بعد السيكالسوالينج الجزء من الكوداللمب ده بيكون الأسنين كولون and the right two-third of the transverse كولون أوكي تمام فكتين بقى مهمين أو بيتحصلوا أثناء تكوين المتجات أثناء العملية دي ما بتحصل بيحصل عملية اسمها هيرنيشن أو ده متجات أو بيرعليها فسيولوجيكال أمبليكال هيرنيا مهم أول فسيولوجيكال أمبليكال هيرنيا أو الهيرنيشن أو ده ميتجات إيه اللي بيحصل خلال ما الميتجات لوب ده طبعا أنا كل ده بقوله أنه لوب واحد فأنتفعين أنه هو اللوب ده عشان ديكجوجين أمو إليام وأجزاء لازم يزيد في الحجم يعود يكبر طب هو بيزيد في الحجم بيحصل أن الأبدومين الكافيدي في الوقت ده بيبقى ديق لسه بيتكون البلفك كافيتي ما تكونش أصلا والأبدومين والبلفك يعتبروا كافيتي واحد فالأبدومين الكافيدي ديق والبلفك لسه ما تكونش أصلا والليفر حجمه كبير جدا في الوقت ده والكيدني حجمه كبير جدا في الوقت ده وموجودين في الأبدومين الكافيتي فالميتجات لما تيجي تكبر ما بتلاقيش مساحة فهتعمل ايه تخرج خارج الجسم تعمل هيرنيشن والهيرنيشن دي فسيولوجيكا الهيرني يعني هيرنية طبيعية جدا من الميتجات الميتجات بتخرج خارج جسم الفيتس تخرج في الحبل السوري يبقى فيه جزء كبير من الميتجات بيبقى داخل الحبل السوري في الوقت ده بيحصل إمتى الهيرنيشن ده يا جماعة بيحصل تقريبا في الأسبوع السادس يعني الـ end of the fifth week مع الـ sixth week بيبتدي يحصل عملية الهيرنيشن أول في سيروجيك الهيرني أوكي طيب وبعدين وبعدين مع دخول الأسبوع العاشر لغاية الأسبوع الـ 12 الأبدومين الكافيتي بتكون كبرت شوية البلفس بدأ يظهر الليفر والكيدني اللي كانوا كبار نسبيا ما عادوش كبار نسبيا لأن الأبدومين كبرت فهم كنسبة وتناسب ما عادوش بنفس الحجم فبالتالي بيحصل أن جزء كبير أو جزء كبير من الكافيتي بقى فاضل الميتجات فالميتجات بترجع تاني داخل الأبدوم بيقولها ده عليها الـ الهيرنيا الهيرنيا بتبقى في الأسبوع من العاشر الـ 12 يبقى خلال من تكوين الميتجات بيحصل حاجتين بيحصل هيرنياشن أوف ذا ميتجات لوب تب بيحصل أنت الهيرنياشن ده في نهاية الأسبوع الخامس أسبابه دي الحجم بعد كده بيحصل في الأسبوع العاشر للـ 12 سببه أن الحجم بقى واسع فالميتجات لوب ممكن ترجع يبقى بيحصل حاجة مهمة جدا اسمها بيحصل في نهاية الأسبوع الخامس وبترجع تاني جميل جدا بقولك الكلام ده لإيه لأن فيه أنوماليس متعلقة بالـ ايه بقى تخيل كده أن الميتجات لوب طلعت المفروض ترجع بعد لسبوع الـ 12 أو لسبوع العاشر مارجعتش أوكي يعني الميتجات لوب خرجت خرج ولم يعمل خرجت خارج يعني دخلت خرجت جسم الحبل السوري ومارجعتش بيسموا الحالة دي كونجينيتال الامفالوسيل هو يبقى حصل الامفالوسيل وما رجعتش طب هي الهرنية في الحالة دي هتبقى متغطية بإيه هل الانتستن هتبقى متغطية بسكن أكيد لا الاسكن أصلا ده هي الانتستن فضلت بر الجسمي يعني ما حصرش فرصة لتكوين سكن في المنطقة بتاع الامبيليكس دي فبالتالي هتبقى الانتستن متغطية بالبريتونيم اللي هو الميبرين بتاعها زائد الميبرينز بتاعة الجنين هو الميبرينز بتاع الجنين كان ايه كان من حاجة اسمها امنيون وكان داخل في مادة اسمها يبقى الوارتونز جيلي بتاع الامبيليكا الكورد والامنيون اللي هو الغلاف بتاع الجنين مع البروتونيم والغلاف بتاع الانتستن هم دول اللي بيغطوا الهرنية بالهرنية بتلاقيها متغطية بتلات حاجات بالبريتونيم والوارتونز جيلي الوارتونز جيلي ده المادة اللي موجودة هو الامباليكالكورت والأمنيون اللي هو الممبرين بتاع الجنين نفسه بروغنوزيس يعني الحالات دي نسبة كبيرة منها من الأطفال بيتوفوهم بيرشوش وليها جيناتة بيز يعني فيه سبب جيني اللي بيعمل منظر تها اسمها كونجينيتال أمفاليسين بنفرقها عن حالة تانية بيقول عليها كونجينيتال أمباليكال هيرني خلي بيحصل فيها ايه بيحصل ان الهيرنيا دي بتبقى رديوز دا عادي والطفل بيولد ويقيطان طبيعي بعد مدة من ولادة بتلاقي ان بدأ هيرنيا تظهر هنا في منطقة الامباليكس بيولا عليها كونجينيتال أمباليكال هيرنيا سببها weakness in the area with the muscles around the ambilycus العضلات الحواليين العامباليكس بتضعف فلما تضعف بيحصل هيرنيا في المنطقة دي بيولا عليها كونجينيتال أمباليكال هيرنيا هي رغم من اسمها كونجينيتال هي غير ما بتظهرش وقت الولادة بتظهر بعد الولادة بمدة اوكي? يبقى الامبليكاس فيل تو كلوز بروبرلي. بتبقى متغطية بايه برضو كاي هيرنيا بيبقى لها غطى من البريتونيوم. بس بتبقى متغطية فوق البريتونيوم بقى بصاب كوتين يستيشو واسكن. لان الصاب كوتين يستيشو والاسكن يتكونوا لان اصلا الهيرنيا الطبيعية دي رجعت. اوكي? دي ملهاية جيناتك كوز بقى سبب مجرد ويكنس اف دا مصل. وكمان لها جود ومنتشرة. يعني ممكن انتم تقابلوا في عائلاتكم واقساركم طفل ويجي له حاجة زي كده. هتقولوا الاهليكوا ايه اطمع انه ان شاء الله مع الوقت هترجع لوحدها. مع الوقت لما نمو الطفل بتبطيق العضلات دي تقوى وتبطيق الهيرنيا دي ترجع مكان هترجع. اوكي? يبقى دي قصة الميتجات هيرنياشن. اخر حاجة في الميتجات. الميتجات هي كمان بتعمل حاجة اسمها روتيشن. يبقى الميتجات بتبقى ايوش بلوب وكرينيا الليمب وتعرف كرينيا الليمب ادقية وكودا الليمب اددت ايه? بعد كده هتعرف كمان ان الميتجات عملت هيرنياشن والهيرنيا دي بترجع ولو ما رجعتش بيصل مشكلة اسمها انفال وسيل ولو رجعت وبعد مدة لان الهيرنيا خرجت تاني بيراها كونجينة الانبيلي في الهيرنيا. الميتجات كمان بتعمل حاجة اسمها زي 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 نفس الفكرة كده مع في الوقت. ايه قصة اولا قصة كده كرينيا الليمب كودا الليمب. وده هنا ده بيحصل بالشكل ده. خلال ما او خلال ما بتعمل بتخرب الخارج بتلف تسعين درجة. اتجاه الاتفاة بتاعها يبقى عكس الاتفاة على الصمك تسعين درجة. وبعدين لما تيجي الهيرنيا ترجع بتلف كمان تسعين درجة. ولما تدخل الابدومن تماما بتلف كمان تسعين درجة. يبقى الاتفاة بيتم تلاتة في تسعين مئتين وسبعين درجة. يبقى امتين وسبعين درجة. اتجاه بتاع الاصطمت وبتاع دافئ انه الاتجاه ولا اتجاه قلوا. الميتج غت ببقى هنا في بتلف تلات مرات تسعين 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 يعني امتين وسبعين درجة. امتين وسبعين درجة ده اتجاع. ده ميتج غت لوب. تمام ماشي. بيانتج عن الروتي الشن دي ايه. بيتنق عن حققتين. أولا يعني عايزة تتخيل المتغط دي كده الكرينيا الليمب بتاعها وده كده كودة الليمب بتاعها بسبب الروتيشن ده بقى الوضع بتاع الأمعاء أن السيكم بقيت ناحية الرايت وأن الججم والإليام بقوا أكتر ناحية الليفت يعني لو تخيلنا أن ما حصلش الروتيشن لو ما حصلش الروتيشن أصلا هتبقى المنطقة بتاعة الكرينيا الليمب هي المكملة بعد الاستومك هي الموجودة بعد الديونرم هي ناحية اليمين والسيكم هي بقى ناحية الشمال لو ما حصلش الروتيشن لكن لأنه حصل الروتيشن فالسيكم هي اللي هتيجي ناحية اليمين والججنم والإليام هما اللي بيروحوا ناحية الشمال لبقى أول نتيجة من نتائج الروتيشن أن السيكم والأباندكس بقى ناحية اليمين تانية نتيجة من نتائج الروتيشن عايزك تبص كده على المتغط في أوله ركز معي إن ده الكارينيال لمب وده كده الكو د Hodlem تمامlicht linear structure الل이차يلお願いします بعد جيدها تكملية dileقي left is 좋은 genome transverse colon يبقى بداية cranial lymph عند B نهاية الكو دى لمب عند خارية Strategic Transverse يبقى البداية بتاعها هنا لما يحصل rotation هتلاقي إن نهاية الكو دىلمب اللي هي داخل هي transverse colon بتمر من أمام بداية الكرينيا اللي هي الديو ديو 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 الليم اللي هو تمر من امام بداية الكريني الليم باللي هي ديودانوم. اوكي? يبقى يعني هتمر من امام متخيل الكلام ازاي? تمام. وكمان لما يحصل الروتيشان ده هتلاقي ان في المنتصف ده اللي هو نتيجة اللفة دي هو كمان بيمر من امام الديودان. يبقى تلاقي كمان السويرومسنترك بيمر من امام ورجع لريليشنز وشوف الكلام ده. اوكي? يبقى خلي بالك نتائج الروتيشن. اول حاجة ان السيكم والابنتيكس بقى نحية اليمين. لان حصل الروتيشن. اوكي? تاني حاجة عشان الروتيشن عكس عقارب الساعة نتج عنه ان مر من امام الديودان والسويرومسنترك مر هو كمان من امام الديودان. اوكي? الكلام ده مهم قوي عشان فيه متعلقة بالميت جات روتيشن. ايه بقى? اول حاجة كلمة معناها مفيش. بس هو في الحقيقة مش مفيش روتيشن. لا هو بيحسر بس الاول ٩٠ درجة بس. يعني ماشتفقنا الميت جاب دي كان ما في كلها نحية الامام. فهي هتلف ٩٠ درجة. فيحيث ان الكرينيا اللي هو الجوجيوم والاليم بيروخه ناحية اليمين والكودا اللي هو السيكم بقى والابنتيكس والاسنديم كولون بيروخه ناحية الشمال. يبقى هيبقى المنظر عامل كده الديودان安 wénergieDebudem بينزل من تحتير الجوجيوم والاليم على طول ويروخه ناحية الشمال تلاقي السيكم ناحية الشمال مع الاسندنج كولون وهي دي الحالة اللي احنا بدأنا بيها. طفل عملنا له سونار فلاقينا السيكم والابندنجس نحية الشمال. يبقى سبب واحد اسمعنا نان الروتيشن اف the mid gut. يبقى the mid gut loop undergo the initial 90 degree rotation only. يبقى اول 90 بس. ونتج عن التسعين دي ان الججم والإيليم كلهم راحوا تحت الديودن بقى نحية اليمين. وبينما السيكم والابندنجس بقى نحية الشمال. يعني الارج انتسطين بقى الشمال والسمال انتسطين بقى تيمين. التسعين. the large intestine occupy the left side of the abdominal cavity والسمال انتسطين بقى the right side of the abdominal cavity. سمعنا نان الروتيشن. اول الروتيشن. الروتيشن يعني هو بيحصل الروتيشن يعني اللفة ستحصل فبالتالي. السيكم والابندنجس هيبقوا قيمين والجوجهم والججم والججم ايليم هيبقوا شمال عادي. بس الفكرة بقى ان التجاه الروتيشن بقى clockwise مش anti-clockwise فالما بقى قلوق ويز فبالتالي مين اللي هيمر امام التاني هتلاقي القراني اللي اللي بيمر من امام الكودا اللي. مرة من أمام الترانسفيرس كورون. والسوريوم اسنترق آرترا. يبقى خلف الديودون. هعلمين ازاي؟ يبقى الترتيبة. هتبقى الديودون هو الأ chap Mus чем record هوava Udист. وبدلا ما كان يمر من أمام الديودون. لا Y asks Yes. هي من خلف الديودون. كي? يبقى ده قصة ايه? قصة Qu切 yan? يبقى quaverde wrapping chain 2006 بيتم rotation عادي. ويبقى مكان التجيران والاليم ومكان المزبوط. إنما في بداية الوتubernetes او مين اللي بيمر من أمام التاني بدل ما كان الترانسفيرس بمر من أمام الديودنم. هنا هلاقي الديودنم فقط بمر من أمام الـ Transverse Cool. يبقى دي بيقول عليها Reversed Rotation. يبقى في مشكلتين حصلوا متعلقين بـ Rotation وهي Non-Rotation of the Midgut والتاني اللي هو Reversed Rotation of the Midgut. آخر حاجة في المدغت وهي الأنومرز المتعلقة بالـ Vitello-Intestinal Duct. إحنا جبنا سريط الـ Vitello-Intestinal Duct وما كملناهاش. هرجع بس الصورة من الصور. آه الصورة دي مثلا. كنا منقول الكرينيا Limp ودي الكودا Limp. قلنا عند الـ Apex بتاعهم كان موجود الـ Vitello-Intestinal Duct. والـ Vitello-Intestinal Duct دي قد قناة بتوصل الـ Midgut بالـ Yorgsic. هي مصارها ايه? الـ Vitello-Intestinal Duct دي بتيجي عند الإسبوع التامن وتتقفل. يبقى المفروض الدكت دي ما تبدلش مكملة. لان هي اتصال بين الـ Intestين اللي هي الـ Midgut وبين العالم الخارج. وواكيد ما فيش اتصال بين الامعاء بتاعك والعالم الخارجي بتاعك. في الـ Vitello-Intestinal Duct دي ما صارها انها تغلق. فالمفروض بيحصل. يعني بعد تقريبا شهرين. مش مهم من التاريخ اوي. تمام? انما اللي عايزك تعرفه هو ايه المشاكل اللي ممكن تحصل. في اربع مشاكل ممكن يحصلوا متعلقين بالـ Vitello-Intestinal Duct. تعال بس نحاول ليه فهم الـ Diagram ده. ده كده ده سطح الجسد من بره ودي المنطقة بتاع الـ Ambilicus. اوكي? ودي الـ Ilium. هنا كان Cranial Limp وهنا كان Caudal Limp. والمفروض هنا بين Cranial Limp والCaudal Limp عند الـ Apex هنا كان فيه اتصال من هنا لهنا. الاتصال ده كان اسمه Vitello-Intestinal Duct مفروض يتآخر. مفروض كله يبقى زي الحبل ده يبقى مقفول تماما. اوكي? هيحصل ايه بقى? بيحصل اربع مشاكل. اول مشكلة اللي هي الصورة اللي في المنتصف دي بيقول عليها Vitello-Intestinal Fystula. قلت لك Fystula معناها ممر بيوصل سطحين ببعض. ان الدقت دي ما حصلش فيها Obliteration اطلاقا. The resistance of the whole Vitello-Intestinal Duct. فضلة الدقت دي موجودة. فبالتالي بقت الـ Ilium هنا والBody هنا في اتصال بين العالم الخارجي من منطقة الـ Ambilicus وبين الـ Ilium. اتصال القناة بتوصلهم منها بعض. ليه بيور عليها Vitello-Intestinal Fystula. طيب بالعقل كده. هو الـ Ilium ده جواه جاءت. اه جواه. اللي هو المفروض هيودي Large Antestine يعني. اوكي. وده سطح الدسم منبره. يبقى بتلاقي عند الـ Ambilicus فيه Discharge. Discharge يعني فيه افرازات طالع من ها. والافرازات دي عبارة عن Fecal Discharge. يبقى الطفل ده بتلاقي الـ Antestine بتاعه فيها Duct. داخلها كده في قناة. القناة دي متوصلة بالـ Ilium. وبيطلع منها Stool. بيطلع منها Faces. يدول عليها ايه? Vitello-Intestinal Fystula. او سدول عليها Ambilical Fecal Fystula. لان فيه Faces بتطلع من هد. اوكي. دي يا جماعة دي أنومالية. مش common قوي. بس ممكن تحصل. طيب. حالة تانية. تعالي تخيالي ان الفيستولة دي قفل الـ Proximal Part بتاعها. وهنا ده بدايتها وده نهاية يعني. هنا Proximal وهنا Distance. قفل الـ Proximal Part بتاعها. وقفل الـ Distal Part بتاعها. بس فيه الحتة في النص فضلت مفتوحة. اهو. هنا كده. ده بيقى يعمل حاجة اسمها Vitelloin cyst. ثواني. يعمل حاجة اسمها Vitelloin cyst. Vitelloin cyst. Persistence of the middle part of the Vitello-Intestinal Duct. يعني الـ Proximal والـ Distal End قفلوا وسابوا منطقة في النص فتوحة. طب دي هللي هي عراض؟ لا مالهاش اي عراض. هي مالهاش عراض غير لو السيست دي حصل فيها صدفات انه حصل فيها Inflammation. التهبت. فساعدتها بنشوف اللي التهب ده فين فبنلاقي في مشكلة هنا في سيستة هنا بنعرف ان في من بواقل Vitelloin cyst. جزء من Vitelloin cyst. ما عفلش. اوكي. طيب. المشكلة التالتة ايه رأيك? ان ال Proximal part اللي هو ما توصل بالإليعم عفل تماما. اوكي. بس ال Distal part اللي هو ما توصل بالامبيلكاس فضل مفتوح. دي بيقول عليها Ambilical Sinus. Ambilical Sinus هي Resistence of the Distal part of the Vitelloin cyst. طب دي بتبقى عراضة اي? اتخيل هنا الامبيلكاس بتلاقي بس الامبيلكاس ديب شوي. اوكي. بس في الاخر مقفولة. فنفيش مشكلة. ما بتعملش اي مشكلة. دي بيقول عليها Ambilical Sinus. اوكي. طبعا هنا اختارهم الفيستولة دي. تمام? طيب. ايه الاكثر? ايه المستكون دا ولا دا ولا دا ولا دا ولا واحدة من التلاتة كومن. الكومن الحالة الرابعة. مهمة مهمة مهمة. اسمها ميكلز دايفيرتيكلم. ايه بقى الميكلز دايفيرتيكلم? هنا الالية. وهنا الانتيرا بدنا لقوله. وهنا الامبيلكاس. الجزء البروكسيمل او ذا فيتيلوانتسانل داقد. يبقى لو كان كلها فضلات موجودة دي بتعمل فيستولة. لو الميدل بارت موجودة بتعمل استييس. لو الدستول بارت موجودة بتعمل ساينس. 어كي. النما لو البروكسيمل البارت اللي موجودة بيعمل دايفيرتيكلم اسمها ميكلز دايفيرتيكلم. الميكلز دايفيرتيكلم دي عبر عنة إيه? بارزستانت او دا فيتيلوانتسانل داywات الحالة. ايه واحدة. مكانها بيبقى فين؟ مكانها بيبقى فين في الإيليام؟ الإيليام بيبقى فيها حتى برزة، أوكي؟ وبتتبع rule of two، rule of two موجودة في 2% من الناس، أوكي؟ طولها غالباً 2 إنش، 2 إنش يعني 5 سنتي، بتبعد عن اليوسيكال جونكشن حوالي 2 feet، 2 feet يعني 60 سنتي، الفيت القدم ده 30 سنتي، فهي 2 feet اللي هو 60 سنتي، أوكي؟ وبتبقى common في الميل مرتين أكتر من في الميل، فبيقولك ده بيقول عليها rule of two، إنها موجودة في 2% من الناس، طولها غالباً 2 إنش، بتبعد عن اليوسيكال جونكشن، يبقى المسافة بينها وبين اليوسيكال جونكشن، أو بين السيكم، حوالي 2 feet، 60 سنتي، وتبقى موجودة عند الـ entry mesentric border، يعني عكس الميزنتري، يعني مقابل للميزنتري كده، فضائلية، أوكي؟ وفي حاجة أكيد سمعتوا عنها في الباثولوجي، إنها may contain gastric mucosa or pancreatic tissue. الميكس دي اللي لو جيت تشوفها، أحيان بيقى فيها gastric mucosa، يعني في ميكس من brain of the stomach، وبيطلع منها بيبتك ألثر، وبيحصل فيها ulceration وبليدن وقصة كده، أوكي؟ أو ساعات بيقى فيها تشو شبه البنكرياس، بنكرياتك تشو، ولما بيقى فيها بنكرياتك تشو قد يفرز إنسولين، فبيعمل tumor secreting insulin، فهم حاجة؟ يعني الدكت دي، أو الميكس دي اللي ساعات بيقى فيها ميكوزة مختلفة عن الميكوزة بتاع السمول انتسولين، بتبع gastric mucosa أو بنكرياتك ميكوزة، أوكي؟ ولما بتلتهب، يعني لو حصل فيها مثلاً ulceration زي ما اتفعنا أو بيبتك ألثر، بتعمل أعراض من البين شبه الابنسايتس، شبه الالتهابات زي الدودين، وساعتها بنكتشوف وجودها صدفة طانية، إنما هي لو محصلتش فيها لتهابها لأي حاجة، الإنسان هيعيش وهيموت ومش هنعرف نها كانت موجودة، اوكي؟ دي اسمها ميكوز دايفر تلكية، دي بديد دايفر تلكية متعلقة بالميكوزة، يبقى احنا كده اتكلمنا عن الميكوزة، عملية تكوين الميكوزة، وفكرة الميكوزة لوب والكرينيال ليمب والكودال ليمب وكل وزء الدقيق، فكرة الفيسيولوجي كالأمبيلي كالهيرنيا، فكرة الـ Reduction of the Hernia، فكرة الـ Rotation بـ 72 وسبعين درجة anti-clockwise، وعرفنا الـ Anomalyses، الـ Anomalyses بتاعت الـ Herniation، الأنفال وسيل وكونجينة الأمبيلي في الهيرنيا، والـ Anomalyses بتاعت الـ Rotation، اللي هو الـ Non-Rotation، و الـ Reversed Rotation، والـ Anomalyses بتاعت الفيسيولوجي والـ Fistula والـ Cyst والـ Sinus، وآخيرا الميكوز دايفر تلكية، اوكي، يتبقى لنا كلامنا شوية عن الـ Hind gut development of the hind gut، فلو عرفنا، لو كلمنا عن الـ Hind gut هي عبارة عن إيه؟ الـ Hind gut هي الـ Distal part آخر، الـ Primitive gut، بتكون لي إيه؟ بتكون لي Left third of the transverse colon، مع descending colon، مع sigmoid colon، مع rectum، مع upper part of the inner canal، لأن lower part of the inner canal جاء من الاكتودرمي، مش من الاندودرمي بتاع الـ gut أصلا، هنتكلم عن الحتة دي حالا، زائد أن الـ Hind gut، بصوا يا جماعة، دي الـ Hind gut هي، اوكي؟ نهاية الـ Hind gut بتبقى منتفقة شوية بتعمل حاجة اسمها كلواكة، كلواكة دي، اللي هي نهاية الـ Hind gut دي، بتتأسم جزءين زي ما أنت شايف بالشكل ده، جزء بيدخل في تكوين الـ Inal canal، والجزء الأمامي اللي هو ده، ده بيدخل في تكوين الـ Eurogenital System، الـ Urinary System، جزء من الـ Eurinary Bladder، وجزء من الـ Eurethra، وليها علاقة بالـ General System، فمش هنتطرحه دلوقتي، بس تكون فاهم بس، أن الـ Hind gut بتتأسم بين سيستمين، بتتأسم بين الـ Digestive System، بتكون الـ Rectum مع الـ Inal canal، وبتكون كمان جزء من الـ Urinary System، هنتكلم عنه في ما هو بعد، ماشي؟ يبقى ده كده ده مشتقات الـ Hind gut، ودي الحتة اللي بقى قولك عليها، ده الـ Hind gut آخرها، بيبقى انتفاق كده اسمه كل واكة، وكل واكة دي بتتأسم لجزءين، جزء بيتبقى تبع الـ Digestive System، بيكون الـ Rectum والـ Upper part of the Inal canal، وجزء الأمامي بيبقى تبع الـ Development Bladder، زي ما كتب لك كده اللي هي الـ Urinary Bladder والكلام ده، يبقى الـ Code of the Hind gut بتبقى اسمها كل واكة، وليها علاقة بالـ Urinary System، هنتكلم عنها بعدين يعني، طب هتكلم بس على الـ Development of the Inal canal، اهو، اتفاقنا ده كده ده، الـ Hind gut، واتفاقنا الـ Hind gut تتأسم لجزء أمامي تبع الـ Urinary System والـ General System، وجزء خلفي هيبقى Rectum والـ Inal canal، هقول لك حالاً نلقينا الـ Inal canal، اهو ده نهاية الـ Hind gut، طبعاً ده Endodermal، الجد تقول لها Endoderm صح؟ وفيه هنا طالع من تحت من سطح الجسم، فيه Ectodermal projection، فيه بروز Ectodermal كده يبقى اسمه بروكتوديم، ده Endoderm، وده Ectoderm، وبينهم Membrane، الممبرين ده يبقى اسمه إيه الممبرين، هرجع لك بس صورتين عشان ما فاهمك حاجة، بص يا جماعة، نهاية الـ Hind gut في الأول، قبل ما بأسم، أو قبل ما بتطلع الجزء بتاع البلدر ده، بيبقى اسم الممبرين ده اسمه كل واكة الممبرين، لما بيحصل انقسام بين الريفتم والإينار كنايل واليوراني البلدر، للانقسام من هكذا، فالكل واكة الممبرين ده بيتأسم برضو الجزئين، جزء بيبقى تابع الـ Eural Genital System، وجزء بيبقى تابع الإينار كنايل، الجزء ده هيبقى اسمه إينار ممبرين، يبقى كل واكة الممبرين ده اللي بيكون الإينار ممبرين عشان يكون فاهمين، أوكي، يبقى بيظهر حاجة اسمها إينار ممبرين، بيفصل بين الـ Hind gut، اللي هو الجزء اللي جاي من الـ Hind gut، اللي هو الجزء ده، أوكي، والـ Ectoderm اللي هو جاي من عند الـ Bructodium، يبقى تعرف ان الـ Inner Canal هيبقى لها جزئين، Superior Half مشتقب، ده Endodermal جاي من الـ Posterior Part of the Kulwaka، اللي هو تابع الـ Hind gut يعني، والـ Inferior Half اللي هو الجزء اللي تحت ده، اللي هو الجزء ده ده جزء Ectodermal، جاي من Inal Pet، من خفرة كده هنا، من الاكتودرم اسمها Bructodium، بين الـ Indoderm والـ Ectoderm، بيقى في ميبرين اسمه Inal Membrane، بينهم حاجة اسمها Inal Membrane، الـ Inal Membrane ده يحصل فيه إيه؟ ربشر ودس أبير، بيختفي، بيختفي تاريلاً برضه عند الأسبوع من الثامنة للعشر، بيختفي الـ Inal Membrane ده، فلما يختفي الـ Inal Membrane، يبقى الـ Inal Canal، الـ Indodermal Part، بيتوصل مع الـ Ectodermal Part، عشان يفتح في الشارع بره، طب مكان الـ Inal Membrane، مكان الـ Inal Membrane في الـ Adult Human، بيسيب خط، الخط ده يطلق عليه بيكتنيت لائن، كلام ده هي، أنا نأخذ الـ Inal Canal، وقولك إن فيه في الـ Inal Canal تحته، ده كان الجزء الاكتو ديرمل، فوقه ده كان الجزء الـ Indodermal، باهمين حاجة؟ ديبقى ده يا جماعة ده قصة البيكتنيت لائن، اللي بيقى موجودة هنا، اتنين بساطة بيتكلم عنهم، مش اتفقنا إن الجزء ده كان اندودرم، واللي تحت ده كان اكتو ديرمل، وبينهم Inal Membrane وربشر، ماذا يحدث لو Inal Membrane لم يربشر؟ يعني Inal Membrane محصرش إن هو اختفى فضل موجود، فبالتالي هيبقى، هتيجي مثلا ان الـ Inal Canal بتبقى فيها انسداد، الانسداد ده بيقول عليها Inperfect Anus. Inperfect Anus معناها ان الـ Inus غير مثقوبة، الـ Inal opening مقفولة، أوكي؟ وبساعدنا يبقى عليها Inal Atresia، إن في ممبرين مكان الـ Inal Canal، غير ممبرين ده بيأبروجيكتد كده، لأنه بيبقى فيه هنا كنتنت فوقه، والكنتنت ده بيخليه بارس، طبعا ده بيبان في الأيام الأولى من عمر الجنين، ماشي؟ فلما بتتشاف كده، طبعا لو هو مجرد إن ايام ممبرين ما حصلش فيه رابشر، بالمشرط ممكن يتفتح ونحل المشكلة دي، أوكي؟ ساعد بيبقى أسباب Inperfect Anus أكتر تعقيدة من كده، بس لا مش هتكلم في الأسباب المعقدة عن كده، بس الـ Inperfect Anus، أهم سبب ليه أن الـ Inal Membrane حصل له فلما حصلش روش رابشر، فبالتالي بيفضل فيه انسداد هنا في منطقة الـ Inal Canal، بيتصلح جراحيين بسهولة، أوكي؟ المشكلة التالية هي الـ Congenital Megacolon، زي ما قلنا فيه حاجة اسمها ميجا أسوفيجس، أن الـ Neural Crystals لم تهاجر في الـ وخلت فيه جزء دي فوقيه التوسع، نفس المشكلة للمنطقة بتاعة الـ Inal Canal، هي غالباً بتيجي في منطقة السيجمويد والريكتم، عند السيجمويد والريكتم، بيبقى فيه حتة مهاجرشي فيها الـ Neural Crystals، حتة دي بتبقى دايقة ونستريكتت فوقيها، حتة بتبقى بالشكل ده، ده بيقول عليها الـ Congenital Megacolon، أو لها اسم، وهو الـ Hershey's Prong Disease، أو الـ Congenital Megacolon، زي ما بقى لك مشكلة ومشكلة الـ أوكي؟ وهو يعني لو فيه انسداد في الـ غالباً، أو الـ Congenital Obstruction، لو كان حاجة الـ Congenital طفل نلود بيها، ده أهم سبب ليه، بيقول علي الـ Congenital Megacolon، أو Hershey's Prong Disease، أوكي؟ كده احنا خلصنا كلامنا على الفورغات، والميتغات، والهيندغات، نعم كوينوه لك الألمنتري كنادي، يعني كويننا القناة الهضمية من بدايتها لنهايتها، هتكلم دلوقتي على الغدد المساعدة، ولما هتكلم عن الغدد المساعدة، فهنا هتكلم بس في بعض النقاط، هو بيكون منين؟ طيب، خلينا نقول إن دي كده الفورغات، وده كده الميتغات، تمام؟ ده الجزء اللي هو اللي هيكون الأصابيجس، وده الجزء اللي هيكون الاستومك، وهنا الـ ودي الجنكشن بين الفورغات والميتغات، والـ بيظهر من عند الـ بيظهر من عند الـ بيظهر ناحية ايه؟ ناحية الأمام، مش اللي ساكر بيشاركين قدام، فهو بيظهر ناحية الأمام، أوكي؟ يحصل حاجة اسمها ventral out growth، ventral out growth يعني بروز أمامي، بيطلع من فين؟ بيطلع من الترمينال part of the forgot، من ناحية الفورغات، أوكي؟ اللي هي الحتة اللي هتعتبر عن في منتصف السكن بارد تقريباً، بيطلع من هنا الحتة دي، بيسمو الـ بيظهر الـ يبتظهر الـ أو الـ أو سابيره علىها الـ كل الأسئلة مزبوط، أو أو بتظهر يهمين تعرف بتظهر من فين؟ من 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 فين في الفورغات؟ من آخر حتة في الفورغات، أوكي؟ بتظهر بتنمو للأمام، أوكي؟ بتطلع لقدامش، بتلاقي هنا فيها ناحية اسمها ventral misentery، ويقول تلاقي الـ ده كان بيوصل لغاية ماس اسمها سيبتم ترانزفيرسام، اللي أنا قلت كده وسط الكلام إن الـ هتكون فيه، فهي بتظهر ب أو بتنمو بين طبقتين الـ ميزو جاستريم، وتفضل طال لغاية ما تغزو السيبتم ترانزفيرسام بالشكل ده؟ آه، يبقى هتتطلع بالمنظر ده، يعني بتغزو السيبتم ترانزفيرسام مروراً أو بين الـ ده كانت نتوصل عند السيبتم ترانزفيرسام وده بتبقى ميزو درمال سيبقى ده ده اندودرمال سيبقى وده بتغزو الميزو درمال سيبقى ماشي، وبعدين بيحصل انقسام إن الـ الـ أو الـ دي بيرتيكلا، دي بتقسم لجزئين؟ جزء كرينيل كبير وجزء كودا صغير، الكرينيل الكبير ده بيطلق عليه بارس هيباتيكا، بارس يعني بارت، بارس هيباتيكا، بارس هيباتيكا ده بيبقى كرينيل وبيبقى لغش، بينما جزء الكودا اللي اسمول ده بيبقى اسمه بارس سيستيكا، يبقى بينقسم لبارس هيباتيكا عند بارس سيستيكا، بارس هيباتيكا بيبقى كبير، وبيبقى كرينيل، بينها البارس هيباتيكا بيبقى سمول وبيبقى كودل، أوكي؟ بارس هيباتيكا وبارس هيستيكا، تعالوا نشوفوا البارس هيباتيكا، البارس هيباتيكا ده يا جماعة، اهو. يبقى بصوا كده. داخل الليفر دايبر ديكلا. وتقسم الحاجة اسمها بارسي هيباتيكا وبارسي سيستيكا. البرسي هيباتيكا دي تقوم تاخذ المنطقة بتاع السيبتم ترانزبيرسا. ولما تاخذ المنطقة بتاع السيبتم ترانزبيرسا. بتلاقي ان البرسي هيباتيكا دي تفرعت لفرع يمينه وفرع يشمع الright and left branches. وكل برانش منهم بيفضل الخلايا بتاعته تكبر 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 تكبر. عشان تتكون الهيباتيك سلز بتاع البرسي هيباتي بتكون الهيباتيك سلز. هيباتيك سلز اسمها هيباتيو سايتس. يبب解كون الهيباتيك سلز بتاوي بتكون كمان الاندوثيليم أو فدأ انترهيباتيك بالياري أباريتس يعني بتكون البايوز سوب الحراري ingen accompagnado بتاع البيلياريا داقطة. عارفين نعم الع MX؟ البالياريا داقطة هي القنوات ال الربية وبيشيط فيها بايوز الموجودة داخل الليفر تسمعها انتراهيباتيك بالياري أبريتس الاتنين دول الهيباتيك سيلز والاندوثيليم بتاع الانتراهيباتيك بيلياري ابريتس مشتقب من الاندو ديرمال سيلز بتاع البرسي هيباتيك. ماشي? تمام. بينما لو ده منظر الليفر هو بيتكون كده. بيبقى داخل الليفر اللي هي المنطقة بتاع السيبتم ترانزفيرسام دي بيادخيلها هنا فينز. الفنز دي يطلق عليها انبيليكال فينز ان فيتلاين فينز. هنعرف اسمها كده بيه هنا فينز اسمها انبيليكال وفيتلاين. لما تأخذوها الخلية دي الخلية بتاع الالبارسي هيباتيك لما تأخذوها هنا تقوم تقط على اوعاد دموية. الفينز دي. السمول تشانلز. دي بتعمل قنوات داخل الليفر بلد بلود فيصلز داخل الليفر. يطلق عليها هيباتاتيك سينا سويدز. يبقى الهاooky كسينة سويدز اللي هي اوعاد دموية الدقيقة اللي موجودة داخل الليفر مشتقة من الامبيليكال فينز والفيتيتلاين فينز اللي كانت موجودة في منطقة السيبتم ترانزفيرسية. طيب الميزودارم بتاع교 reproduction transversum نفسه هيعمل إيه؟ هيكون لك شوية خلايا بين الايماتيك cells يتقا عليها فان كوفر cells فان كوفر cells وهي الماكروفاتش بتاع الليور اوكا وشوية خلايا التانية اللي هيماتيبيويتك هيوز المسؤول عن هيماتيبيييسز هيماتيبييسز بيحصل جزء منه أو Fürる'Strimentى Auf trois Trimester فيتامه من داخل الليور يبقى الساباب بيتكون لك الموجودة في الليور مع الهيماتيبيويتكتيشو الموجودة في الليور ذاتنا سيتون ترانزفيرسم كمان اللي بيحيط الليفر من الخالج بيكون الكابسولُ في الكلب وبيكون البروتنيات البروتنيام المزدرمة يبقى السيتون ترانزفيرسم سيلو نفسها الميزو درمي دي بتساهم في تكوين الكوفر سيلو وبتساهم في تكوين الهيماتريديك تشيو وبتساهم كمان في تكوين الكابسول and britنيات يبقى انتえば كده كونت الليفر من المصادر دي يبقى الخلاية بتاع الليفر الإندودرمل سيلو أو الهيباتوسايتس جاي من الـ endodermal cells of the Barcy Hepatica Barcy Hepatica ده اللي طلع من الـ Forgot ادي واحد الأواعي الدمائية لداخل الـ liver جاي من الـ Ambilical للـ Bitterline veins اللي كانت موجودة في منطقة السيبتم ترانزفيرسم أخيراً الميزودرمي cells بتاع السيبتم ترانزفيرسم بتكون الكافر سيلز الـ hematoboietic tissue بتكون كمان الكابسول and peritoneum of the liver طيب كده كونا الـ liver؟ آه كونا الـ liver خلاص طيب تكوين بقى الاكسترا هيباتيك بالياري أبريتوس جاي من فين؟ أولاً كان فيه هنا بارس تاني فكرك ده كان اسمه liver diverticle اهو اتقسم لبارس هيباتيكا اهو كوناك liver وبارس سيستيكا اهو فالبارس سيستيكا دي بتكونيه الـ distal end بتاعتها بتكوني الـ gold bludder والـ proximal part بتاعتها بيفضل ديء ويكون لك حاجة اسمها سيستي الدات دي بتكوني الـ gold bludder and the siste الدات اوكي دي الـ barcocystica ماشي؟ طيب وبعدين دي كانت كده الـ barcocybatica اتفرارت الـ right branch و left branch يبقى الـ right branch و left branch بتاع الـ barcocybatica بيكون دقتين ادي دقت و ادي دقت الدقت ده بيطلق عليها left hybatic duct و دي اسمها right hybatic duct يبقى بيكونوا two ducts اسمهم right و left hybatic duct بينما الـ stem اللي هي السوق بتاع الـ barcocybatica دي اللي هي قبل ما تتقسم الـ right branch و left branch دي الـ stem بتاعتها بتتبقى في صورة حقيقة اسمها common hybatic duct يبقى اسمها common hybatic duct يبقى اتنى ممتلكه بيكون كده دي كانت الـ bars hybatic ولي هى right branch و left branch الright branch بتاعها هيبقى اسمها right hybatic duct والไ france بتاع قديمة black hybatic duct والأستم بتاعتها بتبقى اسمها common hybatic duct common hybatic duct دي اسمها الـ barcocystica الـ barcocystica كوانت لك gold bludder وكوانت دقت تانية اسمها Heybatic duct طيب دي بقى اللي هو الجزء اللي طلع من اول الـ deudel انشاء بتاعها لغاية منطقة اللي اتفرعت فيها البرسة هيباتيك وبرسة استيكا اللي هو لغاية الديود جاية من فين تاني, Goldbladder نفسها جاية منì barcycystica والsystem dulicity del goldbladder جاي من��의 partastic slight ruth cystica hit goldbladder oc 구 وال chorebene dove takeaways bienOSE WITH BAD neg five اللي هي قبل ما تتفعل عليه ônibus toxic دي كده بتكون ح destination des common biraz duct يبقى كده نتكونت أخيرا هو فيه كذا تعال نبص دي مثلا دي كده وده البارس هيباتيكا أين البارس هيباتيكا ما طلعتش أصلا فبالتالي ما فيش يبقى عليها يبقى أن ما تكونتش لأن البارس هيباتيكا كله ما طلعش دي أول مشكلة تاني أنومالي إيه رأيك أن البارس هيباتيكا عملت goalbladder بس ما عملتش داقت يبقى absence of the cystic duct ما فيش cystic duct فيه بس goalbladder وما فيش cystic duct يبقى عليها society goalbladder يبقى society goalbladder إن absence of the cystic duct وإن goalbladder متوصلة بشكل مواشي في الcommonbile duct طيب في حاجات لها لقب شكل goalbladder يعني ممكن goalbladder يبقى فيها pouch كيس طالعا من عند النك downward projection من عند النك of the goalbladder يطلق عليه heart man pouch heart man pouch كلمة heart man دا اسم الراجل اللي اسمه heart man pouch دا عبارة عن cystic أو cyst بيقى موجود projecting inferiorly from the neck of the goalbladder دا بيبقى common site for by the stones يعني هنا بيبقى غالبا لما بيقى في by the stones ممكن تتكون في الكيس دا في الحتة الاسمها heart man pouch اوكي كمان ساعات بيحصل folding للحتة بتاع الفندس الفندس بتاع goalbladder بتعمل fold كده دا بيبقى لها فريجيان كاب فريجيان كاب يبقى دا حاجة كمان ممكن سبتين goalbladder يبقى فيه سبتة في قلب goalbladder مقسومة right و left half ممكن goalbladder تتقسم تمام يبقى فيه اتنين goalbladder double goalbladder وساعات goalbladder بتاع موجودة داخل liver اسمها intrahypetic goalbladder يبقى موجودة أصلاً جوة liver مش بارزة خارج لا دا هي موجودة جوة liver بشكل تاني يقول لها anomalies لل goalbladder الاكسراهباتك بالياري سيستم برضو فيها anomalies ممكن ما يبقاش فيه absence of the entire of the entire الاكسراهباتك بالياري سيستم مافيش خالص بالياري سيستم أو اتريزيا يعني حصل انسداد نفس فكرة ريكا ناريزيشان نحن شرحناها محصلش ريكا ناريزيشان فبالتالي بيقى فيه اتريزيا للبيل داكت يعني البيل مش هعرف ينزل كما وده طبعاً هيعمل مشاكل وكلها مشاكل congenital بتبمع الولادة أو accessory biol duct يبقى فيه اكتر من biol duct ممكن ال biol duct تتأسم ماشي ممكن يبقى فيه biol duct بتوصل ال liver بال goalbladder حاجات معينة وده كلها بتعمل مشاكل جراحية لما يجي الدكتور يشيل goalbladder فبيتلاقي فيه اوضاع غريبة او لو تعاملوا معها بشكل خاطئ تبقى مشكلة وفيه حاجة برضو congenital بيبقى فيه cyst dilatation يعني جزء من biol duct ده عامل كيس بيبقى عليها coliducal system بيبقى فيه cyst موجود في الاكتر ريباتيك بيلياري سيستم دي كلها الانوماليز المتعلقة بالاكتر ريباتيك بيلياري سيستم وال goalbladder وده كانت اكتر نقطة في محاضرتنا كده احنا شرحنا الفور جات والميت جات والهيند جات ورجعنا وعبصنا كده ممكن تتواصلوا معي على الايميل الرسمي او على الواتساب ممكن تبعتوا رسائل وتسألوا ما فيش اي مشكلة وان شاء الله عشان اشجعكم انكم تذكروا فاميرو حسابكم انه هيبقى فيه quiz هتدلكم عادو وقوز هيبقى بوقت مقفول يعني مش هيبقى وقت مفتوح هقفلكوا الوقت في الاول عشان احاول اخليكم بوشت كده ناحية انكم تذكروا المحاضرة دي كويس وسألكم فيها اسئلة مهمة وبإذن الله تبقى سهلة في الفهم يعني وانا انصح بان انتو بعد ما تذكروها تشووا الفيديوز اللي احطها لكم على المودل فيديوز بسيطة بتشرح حمالات الديفلومنت بأنيميشن الانيميشن دي هتساعدكم كتير في التفايل وبس وبقى سعيدة استبالة اسئلتكم وشكرا يا جميع لكم استماعكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا يا جميع